اشتركوا في القناة يبرز اصالة شعب مصر ويعكس بجلال قدرات قواتها المسلحة في تحدي المخاطر والسعار وصنع المعجزات ومن هؤلاء الرجال المشير محمد عبدالغني الجمسي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب اكتوبر المجيدة ولد المشير محمد عبدالغني الجمسي في التاسع من سبتمبر عام الف وتسعمائة وواحد وعشرين بقرية البتانون بمحافظة المنوفية في اسرة ريفية كبيرة وتوسطة الحال ولكنها ثالية في عاطر سيرتها وطيب سمعتها تلقى تعليمه الاول بمدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم وتحقق حلمه بالانضمام لصفوف الكلية الحربية عام الف وتسعمائة وثمانية وثلاثين وهو في السابعة عشرة من عمره تخرج المشير الجمسي في الكلية الحربية في نوفمبر عام الف وتسعمائة وتسعة وثلاثين في دفعة استثنائية لم تكمل دراستها بالكلية نظرا لنشوب الحرب العالمية الثانية التحق وهو بردبة الملازم ثاني بسلاح الفرسان الذي سمي فيما بعد بسلاح المدرعات حيث عمل كضابط استطلاع بالالاي الاول ثم عمل كضابط مخابرات بادارة الحدود عام الف وتسعمائة وواحد واربعين ثم عاد الى سلاح الفرسان بيعمل بقيادته الفترة من عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين وحتى عام ثمانية واربعين سافر بعدها في بعثة الى الولايات المتحدة ليحصل على دورة مباحث البوليس الحربي وعاد من البعثة ليعين في منصب اركان حرب ادارة البوليس الحربي عام الف وتسعمائة وتسعة واربعين ثم التحق بدورة كلية القادة والاركام عام الف وتسعمائة وواحد وخمسين ليتخرج منها متفوقا اعادته في الدورات التعليمية وليعود بعدها مرة اخرى الى سلاح الحدود ليعين مساعدا لمدير مخابراتها عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين ومن اشهر زملائه ورفاقي جيل صلاح سالم واخيه جمال سالم وخالد محي الدين اعضاء مجلس قيادة ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين ثم شغل العديد من الوظائف التكتيكية حتى تولى قيادة الالاي الخامس استطلاع عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين وفي عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين تولى قيادة اللواء الثاني المدرع افد في بعثة للاتحاد السوفيتي عام الف وتسعمائة وستين ليحصل على دورة اكاديمية فرونز للعلوم الاستراتيجية ويعود منها ليعين قائدا لمدرسة المدرعات عام الف وتسعمائة وواحد وستين وهو برتبة العميد وفي عام الف وتسعمائة وخمسة وستين رقي الى رتبة اللواء وعين مديرا لاكاديمية ناصر العسكرية العليا بالانابة ومنها انتقل ليعمل رئيسا لشعبة عمليات القوات البرية عام الف وتسعمائة وستة وستين ثم حصل على زمالة كلية الحرب العليا باكاديمية ناصر العسكرية ونتيجة لتميزه في مجال العمليات اختير للعمل بهيئة عمليات القوات المسلحات في منتصف عام الف وتسعمائة وسبعة وستين وفي يوليو عام الف وتسعمائة وثمانية وستين التحق بادارة المخابرات الحربية ليؤسس فرع الاستطلاع وظل يعمل بها نائبا لمدير الادارة ثم مدرسا بمدرسة المخابرات الحربية متخصصا في مجال المعلومات عن اسرائيل مما اكسبه خبرات كبيرة انعكست على كفاءته في تقدير موقف العدو الاسرائيلي وفي عام الف وتسعمائة وسبين عين قائدا لمجموعة عمليات الجبهات السورية ثم اختير ليعمل رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة في السادس عشر من يناير عام الف وتسعمائة وسبعين وليشرف منذ ذلك الحين على وضع ادق التفاصيل لحرب اكتوبر ويقول المشير احمد اسماعيل في كتاب الرجال والمعركة لقد شاركني اللواء الجمسي في التخطيط للحرب والبحث والمناقشة الجادة حتى وصلنا الى الخطط السليمة التي فاجأنا بها العدو والعالم اجمع كما كان للمشير الجمسي دورا بارزا وحازما في مرحلة ادارة الحرب حيث كان يمثل محورا رئيسيا في كفة القرارات التي اتخذت لتطوير العمليات على كلا الجبهتين المصرية والسورية ولقد اولته القيادة الحرب لدوره الرائع في نصر اكتوبر بمنحه وسام نجمة الشرف العسكرية لتضاف الى العديد من الاوسمة والانواط وشهادات التقدير التي حصل عليها من مصر وبعض الدول العربية والاجنبية وفي الثاني عشر من ديسمبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين اختير ليكون رئيسا لاركان حرب القوات المسلحة مع ترقيه الى رتبة الفريق وقام بالتوقيع ممثلا عن نصر في مباحثات الفصل بين القوات والتي تم التوصل اليها تحت اشراف الامم المتحدة في الثامن عشر من يناير عام الف وتسعمائة واربع وكان للمشير الجمسي دور رائع في استعادة الكفاءة القتالية للقوات بعد الحرب استنادا على الدروس المستفادة من العمليات الحربية وفي نفس العام رقي الى رتبة الفريق اول ثم عين وزيرا للحربية وقائدا عاما للقوات المسلحة واستمر الفريق اول الجمسي يشغل منصب وزير الحربية بكل كفاءة واقتدار وشهد مع الرئيس السادات كرمه الرئيس السادات بمنحه رتبة المشير تقديرا لأعماله الجليلة في خدمة وطنه وقواته المسلحة يكفي ان اقول ان كفاءة الاحتراف في التخطيص والاداء الذي تمت بها عملية العبور لم يكن ممكن لأي جيش اخر في العالم ان يفعل ما هو افضل منه وظل المشير الجمسي يواصل عطاءه في العمل العام حتى ثقل عليه المرض واقعده وفي السابع من يونيو عام 2003 رحل مهندس حرب اكتوبر عن عالمنا بعد حياة حافلة بالعطاء زاخرة بالعلم والجد في العمل والقدرة الفائقة على تحمل المسؤوليات الجسام وقوة العزم والاسرار في تحقيق كل ما يوكل اليه من نهام وودعته مصر والقوات المسلحة بما يليق بقدره وقيمة عطاءه وبما يعبر عن التقدير والوفاء لكل من يبذل الجهدى والعرق وادم في سبيل اداء الواجب رحم الله المشير محمد عبدالغن الجمسي مهندس حرب اكتوبر المجيدة ورمزا من رموز العسكرية المصرية وسنظل نذكره بالحب والوفاء كنموذج مشرف للبذل والعطاء من اجل رفعة مصرنا الغالية وعزة قواتها المسلحة بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليها فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا